الحدث الأبرز والأهم دلوقتي مش بس على الساحة المحلية ولكن أخباره وعنوينه بتتصدر كمان الصحف العالمية والدولية وهو قمة المناخ اللي بتصدفها مدينة شارمشيخ من جريدة الهرام والصفحة الأولى كاملة عن هذا الحدث الهام مصر تقود العالم في مهمة لإنقاذ الكوكب السيتي مخاطبا قادة الدول في الافتتاح حان وقت العمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع في معركة التغير المناخي وكان هناك كلمات للعديد من القادة والرؤساء زي إمانويل ماكران، زي سال، زي جوتيرش ويعني الحديث حول التأثيرات السلبية على مليارات أو يعني جوتيرش بيتكلم في 3.5 مليار نسمة بيعيشون في دول مهددة نتيجة تغيرات المناخ الحقيقة قمة المناخ في شارمشيخ مبارح بالفعل قمة إنقاذ الكوكب الرئيس قال سماها قمة التنفيذ لأنه حصل من 2015 في اتفاق باريس أنه في تعهدات توالت على مدار 7 سنوات لم يتم تنفيذها أو إدراك الخطر والكارثة المحيطة بالكوكب أنه لازم المواجهة تبقى مواجهة حقيقية، مواجهة فعلية فالرئيس مبارح يتكلم على قمة التنفيذ، تنفيذ التعهدات لأنه العالم في قارب واحد فلا يمكن ما فيش دولة بمنأة عن الأزمة وعن الكارثة الحقيقة أنه في دول بعينها كمان تتحمل مسؤولية كبيرة جداً في المسألة دي يعني لو قلنا إن الصين وأمريكا تتحمل 40% من الامبعاثات في العالم ده واقع لو قلنا إن في حوالي 12 أو 11 دولة تتحمل 60% من الامبعاثات ده واقع لو قلنا إن القارة الأفريقية هي الأقل الامبعاثات ده واقع لكنها الأكثر تضررة فبالتالي التكلفة السنوية حوالي 300 مليار دولار ده الأمينة العام لأم المتحدة مبارح الكلمة في المسألة دي إن المواجهة تتكلف سنوين 300 مليار دولار لو كلمنا عن رسائل الرئيس مبارح كانت رسائل واضحة إنه فيه أمل؟ آه فيه أمل إنه اللي إحنا بنعمله ده ممكن ولا مش ممكن؟ طبعاً ممكن المواجهة الجامعية ممكنة المواجهة الجادة ممكنة المواجهة الفعلية ممكنة فبالتالي قمة شرم الشيخ مهمة للعالم وإنه بالفعل ملايين البشر بل مليارات البشر تنتظر نتائج ملموسة واقعية إيجابية في المواجهة الحقيقية دي إحنا الكوكب فعلاً فيه أزمة حقيقية الدول الأكثر سراءة تتحمل المسئولية الكاملة في كسرة الامبعاثات لو قلنا بالأرقام هي أرقام مفجاعة الحقيقة لما تتكلمي أنه الصين لوحدها تسعة مليار تن سنوياً إمبعاثات لما تتكلم على أنه أمريكا خمسة مليار تن إمبعاثات المشاركة الحقيقة كانت بمثابة جمعية عامة للأمم المتحدة كانت في شرم الشيخ عدد كبير جداً من قادة الدول يزيد على 110 أو 120 من قادة العالم ورؤساء الحكومات والملوك الحاجة التانية أنه خمسين ألف مشارك منهم خمسة وتلاتين مشاركة فعلية وحوالي 20 مثلاً ألف مشاركة افتراضية الجمعية المنظمات المجتمع المدنية عدد كبير ألفين جمعية حوالي 10 ألف مشارك القمة الضخمة جداً 1500 فعلية وطبعاً مائدة مستديرة فالمسألة مسألة كبيرة جداً المواجهة مواجهة ضخمة مصر بتقدم رسائل للعالم الرئيس اتكلم على روسيا وإكرانيا مبارع الناس تقول ممكن إيه علاقة روسيا وإكرانيا بقمة المنحة طبعاً فيه علاقة وسيقة لأنه أزمة الطاقة في العالم تسبب حرب روسيا وإكرانيا تسببت في أنه الدول الأوروبية رجعت لاستخدام الفحم تاني مش أوروبا بس دول كتير جداً في العالم فبالتالي ده بيأثر على المناخ بيأدي إلى زيادة الانبعاثات فهي الأمور مرتبطة ببعض رسائل رئيس الحقيقة مبارع كانت رسائل قوية جداً جداً سواء بالنسبة للإنقاذ وبالنسبة للسلام ويبقى طبعاً برضو أهم ما هي تحمل الدول الصناعية الكبرى نتيجة هذه الأضرار التي تلحق بكوكب الأرض خاصة مدار سنوات طويلة هيدفع تمانها الدول في الدول الانمية والدول اللي حكومتها غير قادرة على مواجهة أثار التغيرات الانمائية الحقيقة الواقع بيقول أن النهضة الصناعية في الدول الكبرى والصراء زي ما حاجت بتقولي كان على حساب الدول الفقيرة والدول الانمية فكانت المواجهة المعرضة للخطر حقيقي هي الدول الانمية والدول اللي هي أصلاً أقل مبعاست فعليها أن توضع أمام مسؤوليتها وتتحمل نتيجة ذلك